موسيقى المسائية من الميادين سلام الله عليكم وإلى عنوينها تكريسا لمعاذلة الدماء بالدماء سيد نصر الله الجواب على المجازر مواصلة العمل المقاومي وتصعيده وصواريخنا تطال من كريات الشمونة إلى إلات أي وقع لخطاب الردع على الاحتلال كل قطعة الدم تصفك في غزة وفي كل المنطقة المسؤول الأول عنها هو بايدن سيد نصر الله يصف مواقف واشنطن بأكبر ظاهرة نفاق ويؤكد أن العدو يجب أن يهزم وحماس يجب أن تنتصر كيف يتلقف الأمريكيون وأدواتهم الرسائل دماء مقابل الدماء لا مواقع ولا أجهزة تجسس قالها الأمين العام لحزب الله سيد حسن نصر الله مكرسا من جديد معادلة عدم المس بالمدنيين وصدق صدق الوعدي يعرفه العدو قبل الصديق أن هذه المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي يجعلها تمتد يدها من كريات شمونة إلى إيلاك سنفار عال في الشمال تحدثت عنه وسائل إعلام إسرائيلية مع الدعوة للتعامل بجدية مع خطاب أجج الأسئلة الوجودية لدى المستوطنين ففيما قاله السيد نصر الله رسائل في الردع والاشتباك وحماية الأرض وأسناد غزة وفيما لم يقله كل ما يزيد من قلق وارتباك عند الاحتلال في مرحلة عنوانها تصعيد العمل المقاوم أمام عدو ذهب بعيدا في استهداف المدنيين وفق السيد نصر الله في الخاصرة الرخوة للإسرائيليين أصابت الرسائل وهي للأمريكيين كما لمن وضعهم الأمين العام في خانة الأدوات التنفيذية الخلاصة الجبهة مستمرة طالما استمر العدوان عدوان يواصله الاحتلال المتآكل داخليا والمأزوم ميدانيا السعي إلى تهجير أهل الأرض فيما مستوطنوه فقدوا أي شعور بالأمان في أي بقعة من فلسطين المحتلة في غزة مقاومة لديها من أوراق القوة ما يخولها التمسك بالأرض والسلاح والشروط في أي صفقة حول أسراها كما أمسكت بالميدان واحتفظت باليد العليا على مدى نحو خمسة أشهر من التصدي والصمود البطولي وفي كل بلدات فلسطين محتلة مقاومون يثبتون في كل مرة واليوم في كريات ملاخي قدرة أصحاب الحقي على ضرب الاحتلال وتعميق مستنقع الفشل الأمني والاستخباري الإسرائيلي في كل مكان وزمان سنناقش ما جاء في خطاب الأمين العام لحزب الله سماحت السيد حسن نصر مع الباحث في العلاقات الدولية الدكتور حسان مطر ومعنا مباشرة من عمان مدير مركز القدس للدراسات السياسية عريب الرنتاوي وحياكم الله ضيفي العزيزين ذكر السيد نصر الله وزير الأمن الإسرائيلي وفقال أنت بأن المقاومة تمتلك قدرة صاروخية تمتد من كريات شمونة إلى إهلات في ختام هذه النقطة مجددا هذه الجبهة لن تتوقف مهما فعلتم مهما قتلتم مهما اعتديتم مهما هددتم هذا اللي أمس اللي هو شوي 3-4 مجنون وزير الحرب الإسرائيلي أبي أحكي عن الخمسين كيلومتر أبي أحكي عن بيروت يبدو أنه نسي أن لدى المقاومة وأنا ما حابب يعني أرجع لأنه حكي نهن كتير بس للتذكير لأنه يمكن يكون تشي معه الحكاية ونسيان أن هذه المقاومة في لبنان تملك من القدرة الصاروخية الهائلة والدقيقة التي يجعلها تمتد يدها من كريات شمونة إلى إهلات تحول مباشرة إلى ضيوف يبدأ معك دكتور حسام أسعد الله أوقاتك وقبل أن ندخل في التفاصيل وتفاصيل المواقف ماذا يميز هذا الخطاب؟ مساء الخير بداية أولاً باعتد الخطاب السابق يعني من يومين والخطاب الحالي هنا في إطار إعادة شحن نظام الردع الخاص بحزب الله بسبب أن الإسرائيليين يحاولون تغيير هذه اللعبة بمعنى يقومون بأفعال وأنشطة عسكرية في الأيام الأخيرة لمحاولة ردع حزب الله عن استكمال عملياته وثانياً محاولة الإمساك بوتيرة التصعيد يقول الإسرائيليون نحن لنا اليد العليا في هذا التصعيد بالتالي كان حزب الله مضطر أيضاً في مقابل هذا السلوك الإسرائيلي أن يذهبوها بنفسه إلى رفع وتيرة وإعادة شحن منظومة أو نظام الردع الخاص به والقول الإسرائيليين أيضاً على مستوى التصعيد التصعيد هو ألية متبادلة بيننا وبينكم ولن تكون في يدكم بشكل أساسي هذا كله قد يكون مرتبط بما يجري في غزة من ناحية سواء لاحتمال أن نصل إلى هدنة وتبادل وحين يقول الإسرائيليون لن نتوقف بل سنكمل في لبنان فهذا استعداد وجهوزية لهذه المرحلة أو بحال الذهاب إلى عملية في رفع وأيضاً هذا سيكون له تبعات إقليمية وثالثاً قام أقولنا واستجابة لمحاولة رفع وتيرة إسرائيلية في التصعيد لهذه الأسباب الثلاثة سمحت السيد في الخطاب السابق والخطاب الحالي الفكرة الرئيسية هي إعادة تذكير الإسرائيليين مجدداً بما يمتلك حزب الله من قدرات وإمكانات ومن إرادة وجهوزية لاستخدام هذه القدرات وتوقعاته أن عليهم أن ينضبطوا ضمن قواعد محددة وتحدثة عن فكرة المدنيين في هذا السياق أن هذه قضية بالنسبة لنا حساسة جداً ونتعامل معها بجدية عالية وسيكون لها تبعات فالخطاب السابق والخطاب الحالي يعيد ضبط مستوى الردع وضبط وطيرة التصعيد على قاعدة أنها لا لعبة ثنائية ولا يمكن الإسرائيليين لوحدة ما يتحكم واضحة كانت الرسالة دكتور حسام التي تحدثت عن الفرق بين العمليات الميدانية التي لا تستوجب التزاماً من حزب الله للرد المباشر على كل عملية وكل تفصيل وبين ما جرى في النبطية والصوانة هنا كأنه وضع التزاماً بالرد وليس فصل بين ما جرى وبين العمليات العسكرية إسرائيليين وخبراء بيعرفوا في موضوع الردع ليس هناك نظام ردع موحد لكل طرف ولكل لاعب في العالم يعني كل لاعب بذاته دولة ومنظمة لها نظام ردع خاص فيها تحدد على أساسه ما هي حساسياتها ما هي خطوطها الحمر ما هو تصورها للتهديدات ما هي قيامها الاستراتيجية وبالتالي هيك بيقولوا الردع ما في ردع مودال واحد لكل اللاعبين كل الطرف بدك ترضع وتعمله نموذج ردع خاص فيه يتناسب مع تصوراته للتهديدات وقيمه الاستراتيجية عن بعيد تذكير سمحت السيدة الإسرائيليين أن حماية المدنيين في لبنان بالنسبة للمقاومة في لبنان هي قيمة استراتيجية هذه قيمة بنيت على مدى 40 سنة من بمعادلات وبدماء وبتسلح من نوع محدد وهو يقول الإسرائيليين في نظام الردع الخاص بنا هذه المنطقة هي منطقة لها أولوية عالية جدا وبالتالي سنتعامل على هذا الأساس وعاد استحضاره من هذه طيب دكتور عندما يقول الآن الدم سيكون مقابل الدم هذا أكيد التزام لكن ترجمة هذا الكلام على الشكل الميداني كيف تتوقعه؟ أولا هو كان لافت كان لافت بالكلام عن هذه النقطة حينما ذكر أكثر من مرة للصديقي والعدو وأني بقيت أدهون بالعدو ما كان عم يحكي مع الإسرائيليين بشكل أساسي كان عم يحكي معروعات هذا العدو بالتحديد كان عم يوجه هذه الرسالة الأمريكيين ومن خلفهم الغربيين بشكل أساسي أكثر من الإسرائيليين ربما ليقول لهم هؤلاء أدواتكم صنعتكم في المنطقة دخلت إلى منطقة بالنسبة لنا من المحرمات وهذا نحن جاهزون للذهاب للتعامل معه مهما كانت تدعيات اللبنانية والإقليمية بالتالي اليوم مطلوب الضغط الذي وضعه سمحت سيد مش فقط على الإسرائيليين بعتت بالمارة المكان مرتب الأولى على الأمريكيين وكل حلفاء وغيركيين هل يفهم من هذا الكلام أن حزب الله كان قد قدم التزاما لأصدقاء ولوسطاء بأن لا يقوم باستهداف المدنيين الإسرائيليين أو المستوطنين خلال مدة الخمسة شهور التي فتحت فيها الجبهة والآن هذه رسالة بأنني لن ألتزم لأنه جرى خرق لا ما كان في التزام كان الوتيرة والشكل الذي قرره حزب الله للدخول على المعركة أن يكون دخولا بوجه الجيش الإسرائيلي بشكل أساسي ضمن الضواب توقع وعدوا لإدارة هذه المرحلة بما يناسب هذه المرحلة من دون حاجة لتقديم التزامات وهذا التزم به الإسرائيليون تحت ضغط معادلات الردع القائمة وتحت ضغط معادلة أو وطيرة التصعيد التي كانت قائمة التزم فيها مكرها ومضطرا الإسرائيليين عندما بدأ يبدو أنه سيخرج فيها في مرحلة الأولى قبل أن يصبح هذا سلوكا معتادا الإسرائيليين أعاد حزب الله مجددا ووضع كل هذه المعادلة على الطاولة أمام الإسرائيليين من ناحية وأمام رعاتهم الأمريكيين والغربيين للقول نحن في هذه المسألة جاهزون للذهب نحو النهاية ولو كان ذلك يستدعي حربا في لبنان أو حربا في النمط طيب أنتقل لأستاذ عريب حياك الله أستاذ عريب يعني خمسة أشهر من معركة الطوفان الأقصى في غزة وتواكبها جبهات مساندة ومنها الجبهة في جنوب لبنان هل ترى من خلال خطاب الأمين العام لحزب الله الذي استمعنا إليه بأن الحزب يوائم الخطاب والأداء الميداني مع الظروف السياسية والعسكرية المتبدلة في غزة والمنطقة لا شك في ذلك وأعتقد أن الخطاب اكتسب همية إضافية في توقيته وسياقه نحن تابعنا باهتمام طوفان المبادرات السياسية في لبنان التي تستهدف يعني انتزاع المقاومة من جبهة الإسناد وترك غزة وحيدة في مواجهة العدوان الإسرائيلي جنبا إلى جنب كان هناك مسار العربدة الإسرائيلية التهديد والوعيد الإسرائيلي الذي لم ينقطع في الآونة الأخيرة على أنسنة وزير الدفاع وجدرالات الجيش الذين هددوا بالويل والثبور وعظائم الأمور بيروت صيدة صور طرابس غير ذلك يعني كان هناك في موجة هستيريا إسرائيلية بهذا المعنى تصاحب هذا الحراك الدبلوماسي الفرنسي الأمريكي الكثيف لكأننا أمام عصن وجزر بهذا المعنى الخطاب جاء أيضا بعد أن تمادت إسرائيل في دماء المدنيين اللبنانيين الأبرياء ضاربة عرض الحائط بتجربة طويلة مديدة يعني من التفاهمات التي عبرت تفاهمات نيسان أو بلغت ضروتها بتفاهمات نيسان 1996 والذي جاء السيد حسن نصر الله على ذكرها وتذكيرها في خطاب هذا اليوم الخطاب أيضا له قيمة بهذا المعنى فالوضع في غزة على مفترق طرق استراتيجي هام وعاسم إما الذهاب إلى تهدئة وصفق التبادل وإما الذهاب إلى حرب مجنونة على رفح مع كل ما يمكن أن تستبطنه وما يمكن أن تثيره من مخاوف وتحديات تطال مليون ونصف مدني فلسطيني في رفح لذلك السياق مهم السياق مهم بهذا بهذا المعنى لذلك جاء الخطاب ليعيد يعني وضع الأمور في نصابها أولا جبهة الإسناد في لبنان وجبهات الإسناد عموما لن تتوقف إن استمرت الحرب على غزة أسبوعا أو أسبوعين شهرا أو شهرين هذه الحرب مفتوحة حرب الإسناد مفتوحة طالما لم تضع الحرب البربرية على غزة أو زارها هذا أولا وهذه رسالة لكل الموسطاء ولكل الدبلوماسيين ولكل المخططين الذين يسعون بالسياسة لإخراج المقاومة من جبهات القتال وترك غزة وحيدة في هذا المجال النقطة الثانية معادلات الرضع على المستوى اللبناني على حالها فإن خرقتها إسرائيل نخرقها إن توسعت نتوسع إن ضربت المدنيين الدم بالدم إن ضربت العسكريين النار بالنار هذه المعادلة من جديد تتكرس هذا اليوم وتتكرس بالفعل قبل القول ما حدث في صفد هو استباق القول بالفعل وليس العكس بهذا المعنى لذلك يعني هذا الكلام يؤخذ يؤخذ بكل جدية بهذا المعنى بمعنى أن التلويح لم نعد نتحدث عن حيفا وما بعد حيفا نحن الآن نتحدث عن جبهة ممتدة من كريات شمونة إلى إيلات يعني بمعنى أنها تغطي كل سنتيمتر في الأرض الفلسطينية المحتلة بهذا المعنى أنا أعتقد أن هذه الرسائل تخضع الآن للتحليل من قبل الجانب الإسرائيلي وعلى إسرائيل في الحقيقة أن تقرر ما إن كانت ستذهب إلى مقامرة ومغامرة جديدة بعد مقامرتها في غزة أم أنها سترعوي قليلا وربما تبدأ بالتحليل لدى بعض العقلاء لديها في تحليل الخطاب لدى الإسرائيليين هل تعتقد بأنهم يمكن أن يربطوا بين تطور الخطاب وتطور الجبهة وبين نوايا اجتياح رفح في الجنوب بمعنى أن هذه الخطوة العسكرية الإسرائيلية في رفح سيكون لها صداها على الجبهة اللبنانية وربما الجبهات الأخرى أعتقد سيد حسن نصر الله مرر جملة لا أدري إن انتبه إليها كثيرون أم لا عندما قال بأن العدو يجب أن يهزم في هذه الحرب والمقاومة وذكر حماس بالاسم يجب أن تنتصر في هذه الحرب ذكرني ذلك بتصريح صدر هذا اليوم عن ديبيت سترفيلد عندما قال أن هزيمة حماس في غزة هي مصلحة لإسرائيل وللعرب ولنا أي الأمريكيين بهذا المعنى التأكيد على أنه ليس من المسموح حزيمة حماس والمقاومة الفلسطينية في غزة أعتقد أنه يرتبط شديد الارتباط بالمعركة على رفع وأعتقد أنها رسالة تستبطن في طياتها معنى أن الجبهات سوف تتصاعد وتتصعد بطريقة غير مسبوقة ليس في جنوب لبنان وربما في أماكن أخرى كذلك في البحر الأحمر وغيره إن ذهبت إسرائيل أو إن ركبت إسرائيل رأسها ومضت بعيدا يعني في معركة رفع التي يجمع العالم بأنها ستكون مذبحة وكارثة إنسانية بامتياز بهذا المعنى لذلك أعتقد أن الرسالة بهذا المعنى كانت واضحة ووصلت والربط أعتقد أنه كان مباشرا بهذا المعنى ولهذا قلت أن من أهمية هذا الخطاب قراءة السياق والتوقيت الذي جاء فيه لبنانيا وفلسطينيا كذلك طيب هنا مصدر إسرائيلي وسائل إعلام إسرائيلية عن مصدر رسمي إسرائيلي للولايات المتحدة التهديدات ضد حزب الله نفسية وإسرائيل لا تملك القدرة على أبعاد حزب الله للحدود اللبنانية عمليا ربما نتحدث في هذا أيضا في سياق الحلقة لكن سأعرض كذلك مشاهدين ما مر عليه الأمين العام في خطابه سيد نصر الله وصف المواقف الأمريكية تجاه ما يجري في غزة بأكبر ظاهرة نفاق يشهدها العالم اليوم وأشار إلى أن المسؤول عن كل قطرة دم في المنطقة هو الإدارة الأمريكية فيما المسؤولون الإسرائيليون هم أدوات تنفيذ أكبر ظاهرة نفاق يشهدها العالم اليوم على مستوى العالم حدث عالمي أكبر ظاهرة نفاق يشهدها العالم اليوم هي السياسة الأمريكية اتجاه ما يجري في فلسطين وفي غزة هذه مقاربة جديدة أيضا سوف نتطرق لها خلال النقاش فيما يتعلق بالولايات المتحدة لكن أيضا تحدث الأمين العام عن حماس وقال أنها يجب أن تنتصر وفق ما شدد عليه السيد وقال أن المعني بالتفاوض هو الفصائل الفلسطينية التي فوضت حماس مؤكدا أن حزب الله لا يتدخل بما يجري في المفاوضات نتابع ما قال ويجب أن تخرج غزة منتصرة من هذه الحرب المقاومة في فلسطين يجب أن تخرج منتصرة وكما قلت في اليوم الأول حماس يجب أن تخرج منتصرة وهذا ليس استهان بأي فصيل جهادي آخر لكن عندما نؤكد على موضوع حماس لأنه هو الموضوع على المهداف بالدرجة الأولى من قبل الأمريكي والغربي والإسرائيلي ولا عند الأمريكان والإسرائيليين ما بيفرؤ الجهاد عن حماس وبقية الفصائل المقاومة كلها إحسابها واحد وقياسها واحد هذا هدف طيب لتحقيق هذا الهدف طريقه صمود المقاومة في غزة كما تفعل بالفعل العمليات المتواصلة في غزة معركتنا هي الحاق أكبر عدد من الخسائر بالعدو قتلى وجرحة وعلى المستوى النفسي لنفرض عليه الهزيمة والإنسحاب دكتور حسام المقاربة المتعلقة باتجاهات السياسة الأمريكية للحرب يعني ما قاله الأمين العام يعني كل التحليلات تقول أن أمريكا غير راغبة أو غير قادرة أو تمارس ضغطا يعني ناعما على على إسرائيل أو حتى هناك خلافات وتباينات نصائح وانتقادات دون أن يكون هناك إجراءات لكن ما قاله الأمين العام لحزب الله جديد في هذا السياق ليس كذلك الفكرة هي التالية أنه سواء بالهدف لهو هزيمة حركة حماس هناك وحدة في الهدف الأمريكي الإسرائيلي عدم وقف الحرب الآن هو أيضا مشترك أمريكي إسرائيلي إذن الوجهة متفق عليها إسرائيليا وأمريكيا هناك خلاف بحدود أو تباين بحدود ورجع قال سمحت سيد وعن بيحكي بالخطاب قال قد يكون هناك تباين على المراحل بالتفاصيل وفي الطريق نحو تحقيق الغاية أما الغاية متفق عليها الخلاف بالتفاصيل الوصول إلى الغاية لأنه في مقاربتين هون في مقاربة نتنياهو الذي يعتقد يمكن الوصول إلى هذه الغاية فقط من خلال عمل عسكري تحت عنوان الحسم العسكري وهذا بالمناسبة يخالف المدرسة الإسرائيلية نفسها وهذا كان يقال بحسب الدراسات الإسرائيليين يتعلمون أن هذا الحسم ضد منظمات تشبه حماس غير ممكن رحوا على مفهوم تاني اسمه الردع المتراكم بس إسرائيل حاليا تحت وطقة الضغط والإرباك والتشويش عم ترجع ترتكب أخطاء كانت ترتكبها سابقا بينما بايدن عم بيقول ما ننوصل أنوياك على هذا الهدف المشترك لكن بعمل عسكري لكن بدنا نكمله بالسياس لأنه لا يمكن هزيمة حركة حماس باعتباره حركة شعبية مسلحة لديها قضية واحتضان شعبي ما ممكن هزيمتها فقط فهذا هو هامش الفرق بين الاثنين ولكون أنو بايدن هو في لحظة انتخابات هده عم بيعظم المشكلة هون شو اللي عم بيقول للأمريكيين عم بيقول للأمريكيين في شي بيسموه نقطة الذروة أنو أنت بأي عمل عسكري بتوصل لمرحلة هي أقصى شيء أنت ممكن تنجزه لازم لما توصل لهون توقف الحرب وتروح على السياسي بقولوا هاي كل الدراسات الأمنية ودراسات الحرب هم سمينا هادي التسمي لما أنت تبالغ بردة فعلك وتوصل لنقطة الذروة اللي بعد منا ما عد فيه إنجازات وتكمل يسموها تتحول إلى الهزيمة الذاتية هو كمان في خلاف دكتور على نقطة البروة يعني الإسرائيليين الآن يرون أنه يجب علينا أولا وضع أن نذهب إلى الجنوب ونعزل قطاع غزة عن حدود المصرية نسيطر على المعابر نسيطر على محور فيلدرفيا والتالي تصبح غزة محاصرة من الأطراف الأربعة بعد ذلك نفرض شروط التفاوض في هذا الحدود نقطة الخلاف الأمريكية الإسرائيلية ليس بالغايات والأهدف الكبرى الأمريكيين عم بقول للإسرائيليين إذا كملتوا بعد نقطة الذروة الإنجازات التكتكية اللي عملتوها ستبدأ بأن تتبدد وتنتقلون إلى هزيمة استراتيجية وهذا بلش يقوله جزء من الجيش الإسرائيلي وكبار محللين الأمن والعسكر في إسرائيل أنه نحن نتيجة غياب رؤية سياسية عند حكومتنا عند نتنياهو بدأنا نبدد الإنجازات التكتكية وفتنا بمسار لمسار مقفل بقدرين نعرف لون بدنا نكمل لأن مزيد من العنف لا يعني مزيد من الردع كمان هذه الإسرائيليين تعلموها سابقا بس كمان هلأ رجعوا نسيوها بمكان ما إذا أنت كل ما عم تحط حماس ضغوط إضافية لما أنت عم تقولها لحماس ما عندك شيء تخسره بعد أنت عم تقولها لحماس روحي تتحي مجالات جديدة للقتال والمقاومة إذن هذه هي حدود الافتراك هون ليش هذا الخطاب اللي عم بقول سمحت السيد لقيه برأيي هاللحظة مهم لسابين سابق الأول رؤية المتحدة يجب أن تدفع ثمنا معنويا بالحد الأدنى لجرائمها في قطاع غزة وهذا مهم لأمريكيين أنفسهم بقول واحد من الخسائر الكبرى نحن اشتغلنا عند الرأي العام العربي صارنا من 2001 نشحم بالرأي العام العربي حقوق إنسان ومواطنين ديمقراطية وحريات اليوم باستطلاعات الرأي بما فيها بالدول الحليفة لأمريكا داخل المنطقة النسب تعادل 90% وأكتر من شعوب المنطقة بتقول أمريكا مسؤولة عن هذه المشجرة ولو هذه الشعوب جزئ مننا قاعد بالبيوت ومش موجود بالشوارع لكن هذه المشاعر والأحاسيس قد يأتي يوم وتعبر عن نفسها سبب الثاني الأساسي إنه استمعت سيد عم بقول للأمريكيين ما تقولونه إنه في هذا التباين بينكم وبين نتنياهو على فرض وجوده بس ما أنتم مشتركين معه بكل الجريم لأنه عندكم غاية وحدة فهذا ليس مبررا لكم ولا يمكن أن تحتجوا على قوى المنطقة تقولولوا انطولوا بالكم من أن نخلص مع نتنياهو مختلفين مع نتنياهو وتطلعوا أنتم من المسئولية وتجي تقولوا لمحور المقاومة رؤوا علينا خفف تصعيد خفف مواجهة في المنطقة علينا لأنه نحن عم نشغل بمسار آخر بالوقاع هذا ما عم بيصير فعم يجي يقولون سمحت سيد مجددا أنتم مسؤولون وبالتالي محور المقاومة معني بمحاسبتكم وبالتالي إذا هذا الأمر سيستكمل محور المقاومة أيضا هو ملتزم بما كان ملتزم به بالاستمرار في التصعيد الأقليمي ضدكم باعتبار في هذه النقطة دكتور حسامي يتحدى في الأمين العام عن تقويض الأهداف أو تثبيت الأهداف كمقياس أو كمعيار للنصر يعني هو شرحها بشكل واسع بأننا لا نقاتل قتال جيوش نظامية نحن فصائل مقاومة حركات مقاومة بالتالي إفشال الأهداف الأمريكية أي استمرار الجبهة في اليمن استمرار الجبهة في لبنان استمرار العمليات في العراق وسوريا هذا بحد ذاته مع محاولة أمريكية بالقوة على وقف ذلك ولا تستطيع هذا بحد ذاته هو المقياس أو المعيار الذي وضعه الأمين العام للنصر كيف ترى هذه المقاربة وهل من المضمون أن تبقى يبقى هناك عملية تقويض أو إفشال لهذه الأهداف بشكل دائم باعتبار أن هذه الأفعال تؤدي إلى توليد بيئة إقليمية يمكن أن تذهب نحو تصعيد إقليمي وحرب إقليمية شاملة يعني نحن أدخلنا الولايات المتحدة في دائرة كلها عبارة عن حق الألغام منتد على مدى المنطقة يمكن أن ينفجر في أي لحظة هذا الموقف يجب أن تبقى الولايات المتحدة وقادتها وسياسيوها كل يوم وكل ساعة وكل دقيقة قلقون ومرتعبون من احتمال أن يسقط قتلى جدد لهم في المنطقة يوجبهم هذا الأمر إلى زيادة تدخلهم العسكري بالمنطقة ربما تدخلا عسكريا أكبر من الضرب بالجو أكثر ما يخشاه الأمريكيون أن تنزل لكل أمور سواء بتقدير أو بسوء تقدير تنزل لكل أمور إلى مكان تصبح أمريكا تتحدث عن ضرورة أن تنزل بجنودها إلى الأرض هذه بيئة المخاطر ووضع الأمريكيين في ظل بيئة المخاطر هذه هو الهدف لأنه الذي اليوم يحفز الولايات المتحدة لمحاولة بمكان ما هذا الافتراك الأمريكي الإسرائيلي في هذه الجزئية اللي حكينا عنه هذا حفزه محور المقاومة محور المقاومة بهذا التحفيز لبيئة المخاطر عم يقول للأمريكيين هذا الوقت اللي أنتم عم تحاولوا تاخدوه ما عم تشتغلوا برياحتكم أنتم حتوطين تحت كل هذا الضغط ومطلوب تحت هذا الضغط يساعد بإبراز هذا النوع من التباين وعليكم ضبط الإسرائيليين تصفير الخيارات الأمريكية تستعمل قوة وتستعمل السياسة وهذا لا يجدي وبالتالي عليك أن تتعمل بواقعية إذن المقياس والمعيار هو ليس بكعدد القتل الأمريكيين والخسائر المادية المباشرة على الأمريكيين وبل إدخال الأمريكيين في هذه اللحظة الإقليمية بحيث يصبح وجودهم مشكلة وأنهم معرضون لبيئة المخاطر بالنقطة اللي قبل بس بدي أشير لنقطة واحدة من المؤازق والمعضلات الأمريكية أنهن طبعا بيقدر اليوم يقول لنا تانياهو أنهن نضرب إيدنا على الطاول وبدأك توقف لكن المعضل اللي كتير كبير هم اليوم لا يتحدثون مع إسرائيل القوية يريد بايدن من نتانياهو أن يسير في هذه المقاربة لكن من دون أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالأمن القوم الإسرائيلي لأنه اليوم إسرائيل بعد 7 أكتوبر هي دولة مأزومة هشة تنظر أنه تم المساس بها تنظر أنه يمكن للآخرين أن ينقضوا عليها وبالتالي مشكلة بايدن أن إسرائيل بضعفها وجرائمها استدرجته إلى المنطقة وسودت له مجلوم بالمنطقة واستدرجته جيت لبيئة مخاطر في المنطقة وبنفس الوقت مضطر بايدن تحت عنوان هذا الانكسار الإسرائيلي أن يأتي بنتانياهو إلى هذا المسار من دون أن يؤدي إلى مواجهة مع الإسرائيليين تنعكس على الأمن القومي الإسرائيلي واضح سيد عريب أتحول إليك أيضا في مسألة مشروعية أو القاعدة الشرعية والأخلاقية التي انطلقت عليها هذه الحرب وأشار إليها الأمين العام في خطابه بشكل يعني مفصل وركز في هذه النقطة وقال أنه هذا يجب أن يكون مثار نقاش لأن القاعدة الشرعية أو المشروعية التي قامت عليها الحرب ضربت ولكن الحرب مستمرة والولايات المتحدة الأمريكية تتمسك بهذه المشروعية وهذه الأخلاقية بين قوسين لهذه الحرب اللي انطلقت بعد 7 أكتوبر موضوع الاختصاب موضوع قتل الأطفال إلى آخر وبالتالي هنا نتحدث أستاذ عريب عن حرب بلا قواعد وبلا مشروعية على المستوى الدولي حتى وأن تم إنكارها يعني حرب السرديات نجحت فيها إسرائيل اللي يمكن في الأسبوع الأول كنا أمام أسبوع عسل قصير نجحت فيها إسرائيل بدعم أمريكي غربي استعماري واضح في تمرير سرديتها وأثرت العالم بهذه السردية إلى حد كبير بما في ذلك حتى بعض أصدقاء الشعب الفلسطيني وبعض أصدقاء عركة حماس وحلفائه لكن هذا كله تغير وتغير بالكامل بل الذي حدث هو نقيض ذلك تماما أعتقد أن المنظومة القيمية والأخلاقية للغرب تحديدا ليس الإسرائيل فإسرائيل كيام فاشي عنصري استيطاني يعني معروف لنا في هذه المنطقة وموثق قبل 7 أكتوبر بتقارير لمنظمات دولية مرموقة مثل Human Rights Watch Amnesty International وثقت نظام الأبرتايد في إسرائيل بتقارير من مئات الصفحات بهذا المعنى لكن الذي سقط مع الصواريخ الإسرائيلية المنهالة على المدنيين الأبرياء في قطاع غزة هي المنظومة القيمية والأخلاقية للغرب وبالتالي الغرب الآن يقف عاريا مجردا من كل إدعاءاته الزائفة وأسماله في هذه المنطقة على المستوى الشعبي بات صفرا بكل ما تعنيه هذه الكلمة كان هناك موقف عند الشعوب العربية ربما من الأمريكان أكثر من غيرهم جراء عرب العراق والانحياز الدائم لإسرائيل لكن في هذه الحرب واشنطن انتقلت من الانحياز الأعمى إلى الشراكة في الجريمة ليس فقط عبر الجسر الجوي بل عبر المرتزقة والطائرة والمسيرات وغير ذلك والأموال التي تغدق على إسرائيل وغيرها بمعنى أن من يتعين عليه الآن أن يدافع عن منظومته الإخلاقية هو إسرائيل والغرب وليس المقاومة في هذا المجال لكن عودة للنقاش الذي يعني بدأته مع ضيفك يعني بهذا المعنى الولايات المتحدة ومعها حلف كبير في هذه المنطقة إسرائيل طبعا في مصدارته وعواصم غربية عديدة تعتبر أن نصر حماس نصر المقاومة الفلسطينية في غزة حتى بالمفهوم الذي حدده سيد حسن نصر الله وسيد حسن نصر الله حدد مفهوم النصر وهذه النظرية الفلسطينية بالمناسبة يعني موجودة على امتداد تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية منع العدو من تحقيق أهدافه بالمعيار والمقياس الفلسطيني المقاوم هو انتصار لأنه أنت لا تمتلك جيشا نظاميا تلحف فيه هزائم بالضربة القاضية لخصومك وأعدائك السيد حسن نصر الله استحضر هذا التعريف لمفهوم النصر اليوم لما بيقول ستر فيلد أن الرئيس بايدن يرى أن هزيمة حماس مصلحة أمريكية ومصلحة عربية ومصلحة إسرائيلية ماذا يعني ذلك تخيل السيناريو النقيض سيناريو منع نجاح المقاومة الفلسطينية وجبهات الإسناد في منع العدو من تحديد أهدافه صورة المشهد الفلسطيني الداخلي لن تبقى أبدا على ما كانت عليه طوال 30-40 عاما الفائتة إسرائيل لن تبقى على ما كانت عليه منذ تأسيسها حتى السابع من أكتوبر المشهد الإقليمي سينقلب رأسا على عقب ومن يستطيع قطف ثمار عدم هزيمة المقاومة أو نصر المقاومة في غزة هو القوى التي ساندت المقاومة وفتحت جبهات إسناد وليس الأطراف الأخرى مسار التطبيع الذي استثمرت به إسرائيل من إبراهيمي وغير إبراهيمي طوال سنوات طويلة كهندسة للشرق الأوسط الجديد وكمشروع نيتو شرق أوسطي بقيادة إسرائيل وبرعاية الولايات المتحدة هذا سيسقط النظام العالم الجديد الذي أطل برأسه في أوكرانيا سوف يتظهر بشكل واضح في غزة انقيض للمقاومة الفلسطينية بأن تسقط أهداف ومرامي هذا العدوان إذن هزيمة المقاومة ليست مشروعا إسرائيليا هي مشروعا إسرائيليا أمريكيا مدعوما من بعض عواصم الغربي والعرب بهذا المعنى لذلك نحن لسنا نتحدث عن معركة أو عن حرب نحن نتحدث عن أم المعارك وأم الحروب بهذا المعنى المنطقة بعد هذه الحرب لن تكون أبدا كما كانت عليه قبلها ولذلك غير مسموح بهزيمة هذه المقاومة من هنا جاء الخطاب اليوم ليقول أن جبهات الإسناد ستظل مفتوحة برغم العصى والجزرة التي يلوحوا بهما في لبنان أو للمقاومة الفلسطينية ستستمر هذه التحرات وإذا أخذنا خطاب السيد حسن نصر الله اليوم معروفا على خطاب أبو عبيدة الذي باختصار يمكن تلخيص بكلمتين أن المقاومة بخير ومستمرة في غزة وإذا استحذرنا خطاب عبد الملك الحوتي بالأمس بأن جبهة الإسناد في باب المندب والاستهداف سيستمر إلى أن تضع الحرب أوزارها وأن معادلة إيلات مقابل غزة هي المعادلة التي يعمل بها الحوثي وأنصار الله واليمنيون أعتقد أننا نكون أمام فصل جديد في حصول هذه الحرب المستمرة مهما طالت أو استطالت في هذا السياق هل الأمين العام لحزب الله وضع هذه الجبهات كأوراق تفاوض بيد حماس عندما قال بأن لا نتدخل في المفاوضات التي تجري بين حماس والمقاومة بين إسرائيل لكن هذه الجبهات في خدمة التفاوض وفي خدمة المفاوض المفاوضين المقاومة وكأن وكأنه وضع هذه الجبهات أوراق تفاوض بيد المقاومة الفلسطينية يعني أعتقد أن هذه الرسالة واضحة وأختبرت إذا تذكر في هدنة السبعة أيام يعني الهدنة اليتيمة التي وقعت في هذه الحرب هدأت الجبهات في السبع أيام هدأت الجبهات وبالمناسبة يعني نحن لسنا بحاجة للمجيء بأدلة وبراهين على ذلك المقاومة تعلنها صراحة الحوثي قالها بدل المرة عشرة أوقفوا المذبحة في غزة افتحوا ورفعوا ورفعوا الحصار تعود المياه في باب المندب إلى مجارية وسيد حسن نصر الله قالها بدل المرة مئة مرة أوقفوا المذبحة نوقف الاستهداف للمواقع الإسرائيلية والأهداف الإسرائيلية لكنهم لا يريدون الإصغاء لهذه المعادة ولا يريدون القبول بهذا الربط إذا قرأت بتفاصيل السردية الإسرائيلية الأمريكية هم يعتبرون هذه قوى شيطانية تتحرك بمعزل عن غزة وليس هناك من رابط أو علاقة بين ما يجري في باب المندب أو جنوب لبنان أو العراق وما يجري في غزة هم لا يصدقون بأن أحدا ينتصر إلى غزة هذه السردية التي يبنون خطابهم على أساس منها لذلك نعم بمقدور الولايات المتحدة عبر الوسطة وهي تجلس مع وفد حماس أن تقول لحماس هل لديكم ضمانة بأن الجبهات سدهدأ وسيكون بمقدور حماس أن تقول لهم نعم لدينا الضمانة بأن الجبهات سدهدأ أوقف الذبح والقتل توقف كل الجبهات وهذا مغزى القول بأننا جبهات إسناد عندما توقف الجبهة الأصيلة الإسناد سيكون لمن لا حاجة الإسناد ساعة إذ هذا هو المغزى منذ يلم الأول وهذا ما جرى تظهيره اليوم في هذا الخطاب واضح قبل أن أنتقل لمواقف أخرى لأمين العام لكن سأخذ رأيي الأستاذ حسام فقط بموضوع المشروعية والسرديات لأنه لفتني فعلا أن الأمين العام عاد إلى 7 أكتوبر ليتحدث عن هذا الموضوع وربط القوة بالمشروعية يعني استعمال القوة بمشروعية استعمال القوة هو ربط عضوي ونظر له هنري كيسنجر في كتابه طلاع الأمم لكن هل فتح معركة المشروعية عبر محكمة العدل الدولية أو عبر الإعلام أو عبر المثقفين أو عبر النخب فتح هذه المعركة يمكن أن يوصل إلى نتائج إلى تحقيق أهداف أننا نبقى نتحدث أو نثبت سردية أو نضحة السردية الأخرى هل ترى بأن هذه العام ضرب مشروعية الحرب هل هو مجدي؟ أولا أعتقد أن نحن بالفترة الأخيرة وفيما هو مقبل دخلنا في تنافس على رواية النصر وليس على رواية الحرب نحن حاليا الإسرائيلي بدأ يطرح رؤيته للنصر رواية نصر عم بيقول أنه فتت لهون أتلتها الأد دمرت أنفاقها الأد أنجزتها الأد لأنه بلش بيعتقد أنه دخل في المرحلة الأخيرة من القتال فيجب أن يحضر المعالم الرئيسي لرواية النصر لإله بالمقابل حركة المقاومة في قطاع غزة بمساندة من محور المقاومة يعني محور المقاومة يساند ليس فقط على المستوى العسكري بمعنى القتالي بل أيضا بشكل أساسي على الصعيد الإعلامي والمعلوماتي ومعركة لوعي أن يساند رواية النصر اللي هي لحركة حماس وللمقاومة في قطاع غزة وهذه أحدى مفردات لأنه بالصراع بين حركات شعبية مسلحة وبين جيوش نظامية يقولون الصراع هو ليس هم من أقوى بل من هي القوة المشروعة اليوم يجب وهذه جزء من الرواية الأسية للنصر أن حماس هي حركة نضال فلسطيني تمثل الشعب الفلسطيني وتجلس على طاولة التفاوض بعد أن صمدت في المعركة وتضع شروطا لها على الطاولة وتفرضها على الآخرين هاي لصة طيب وليست حركة إرهابية يتم استئصالها وترتيب أوضاع لغزة وحماس أدي عزنب وهذا هو الصراع الرئيس اليوم هذه الجملة أتت في هذا الصيام طيب سأنتقل إلى مواقف أخرى للأمين العام لحزب الله مشاهدين طوفان الأقصى كشفت أن الهدف الإسرائيلي هو تهجير الفلسطين وإقامة دولة يهودية خالصة وفق ما جاء في خطاب السيد نتابع من قال ما كشفته طوفان الأقصى الهدف الذي كان يعمل له منذ سنوات ولكن ببطء وبتدريج هو تهجير الفلسطينيين من فلسطين المحتلة تهجير أهل غزة من غزة تهجير أهل الضفة من الضفة وصولا إلى تهجير حتى أهل 48 وإقامة دولة يهودية مما عملوا قانون قومية يهودية الدولة يهود في الإسرائيل دولة خالصة دولة قومية اليهود وهذا الفلسطيني خليه يمشي أهل الضفة على الأردن هي الوطن البديل وأهل غزة على مصر وأهل 48 على لبنان يا جماعة لبنان أهل 48 على لبنان ضد التوطين وخايفة من التغيير الديمغرافي خلي يعرف ما يصير في المنطقة وفي الشأن اللبناني أكد سيد نصر الله أن الحدود البرية مرسمة وأي مفاوضات ستكون على قاعدة أخرج من أرضنا اللبنانية وشدد على أن سلاح المقاومة غير مواجه للداخل وإنما ضد العدو الإسرائيلي ولحماية لبنان قائلا ثقافة مقاومتنا هي ثقافة حياة وكرامة وليست ثقافة ذل وهوان واستسلام هذا السلاح ليس لتغيير وقاعة سياسية في لبنان ليس لتغيير النظام السياسي في لبنان ليس لتغيير الدستور في لبنان ليس لتغيير صيغة الحكم في لبنان ليس لفرض حصص جديدة طائفية في التكوين اللبناني هذا السلاح لحماية لبنان لحماية شعب لبنان لحماية كل اللبنانيين بالحدود البحرية صح صار في ترسيم بالحدود البحرية الحدود مرسمة إذا صار مفاوضات مع رئيس المجلس ورئيس الحكومة أو ما بعرف مين حيصير التفاوض على قاعدة اخرجوا من أرضنا اللبنانية سيد عريب إقامة دولة يهودية خالصة هدف إسرائيل منذ فترة أشار إليه الأمين العام لكن الجديد فيما يتحدث أو تحدث عنه الأمين العام معروف أن هناك هدف إسرائيل تهجير الفلسطينيين إلى مصر إلى الأردن لكن تحدث عن فلسطينيين منو أربعين إلى لبنان وهم من المفترض أن يكونوا مواطنين في دولة إسرائيل هذه لأول مرة ربما نسمعها وعندما يتحدث بها الأمين العام لحزب الله يعني أن هناك معلومات وتقديرات وتقارير جعلته أو استند إليها في إشارته هذه لو ترك الأمر لإسرائيل لما بقي فلسطيني واحد على أرض فلسطيني التاريخية هذه حقيقة يعرفها الجميع وهم اليوم نادمون على القبول ببقاء 170-180 ألف فلسطيني في الثمانية واربعين وهم نادمون أيضا على أن عدوان 67 لم يستكمل أهدافه بإخراج كل الفلسطينيين من الضفة والقطاع إلى مصر والأردن في هذا المجال هذه ربما يعني بعض مراجعات بعض مؤرخيهم وسياسيهم بهذا المعنى لكن ما العمل في الحقيقة الآن اليوم في هذه اللحظة عدد الفلسطينيين في فلسطيني التاريخية كلها يعني يفوق عدد الإسرائيليين اليهود بحوالي 300 ألف نسمة بالتالي كل هذه المخططات لن تنجح هذا أولا ثانيا أريد أن أشير هنا إلى ما استمعت أوليه من بعض الأصدقاء الفلسطينيين في مناطق 48 عندما قال لي أحدهم بأننا كنا نعيش قبل 7 أكتوبر كمواطنين من الدرجة الثانية نعاني تمييزا عنصريا في دولة أبرتهايد اليوم نحن نعيش تحت احتلال بمعنى أن الوضعية التي عيشها فلسطيني 48 لا تختلف عن الوضعية التي عيشها فلسطيني في الضفة الغربية إلا من الناحية الشكلية وأن استمرت هذه الحرب والمقاومة وأن استمر هذا الصراع بهذه الحدة من المواجهة أعتقد أن المسافات بين مختلف التجمعات الفلسطينية غزة قدس 48 ضفة غربية سوف تنعدم بهذا المعنى قانون القومية هذا هو مغزاه بهذا المعنى حالة القلق التي أشار إليها أيضا الأمين العام في قطابه اليوم التي تجتاح دول كمصر والأردن من سيناريوهات التهجير إذا كان التهجير في الحالة المصرية مسا بالسيادة وتهديدا للأمن والاستقرار فالتهجير في الحالة الأردنية مسا وجوديا بالدولة والكيان والهوية الوطنية الأردنية لذلك نحن لا نتحدث عن خطر افتراضي نحن نتحدث عن تهديد ماثل بهذا المعنى وهذا ما يثير القلق وهذا ما يفسر ربما غضبة الشارع الأردني وتميزه عن بقية الشوارع العربية ربما باستثناء اليمن حيث المليونيات أسبوعية تقريبا في كل المدن اليمنية لكن الشعب الأردني يتفاعل الآن بقوة مع الحدث الفلسطيني لأن هناك قناعة لدى الأردنيين جميعا بصرف النظر عن مشاربهم ومرجعياتهم بأن اليوم فلسطين وغدا الأردن هذا هو المخطط الصهيوني بهذا المعنى ولذلك هناك تعلق كبير بالمقاومة وبصمودها وبثبات أهل فلسطين هذا أمر تلمس عند القاصي والداني بهذا المعنى لذلك في الحقيقة هناك رفض جديد لكل هذه الطروحات التي يروج لها من أسف بعض العرب بأن المقاومة عبارة عن مجموعة من الميليشيات الإرهابية وغير ذلك يا سيد اليوم مارتين جريفت مارتين جريفت مساعد الأمين العام قال أن حماس ليست حركة إرهابية وأنها حركة وطنية سياسية اليوم ليس قديما هذا التصريح برسم القادة العرب الذين ينظر بعضهم إلى حماس بوصفها تهديدا وليس فرصة وللمقاومة بوصفها تهديدا وليس فرصة هذا يحتاج لنقاش هذا يحتاج لنقاش ووقت أستاذ عريب وربما مساحة خاصة تتحدث عن هذه عن الخطاب الرسمي العربي خلال فترة الحرب سأختم مع الدكتور حسام في لبنان الكلام عن لبنان والخاص بلبنان الذي تحدث به سماحة الأمين العام لحزب الله إلى من كان موجه بالضبط أولا بموضوع الهجرة التهجير وربطا بتفنيد رواية النصر الإسرائيلية المقاومة معنية بتأكيد رواية نصر المقاومة في غزة وتقويد رواية النصر الإسرائيلية المزعومة لأن الإسرائيليين رواية النصر لهم كانت تقوم على فكرة الإطاحة بقطاع غزة وحركة حماس والتهجير هذه هي رواية الانتصار والإنجاز لهم ومن يراجع التصريحات الأمريكية بثلاثة أيام الأولى بعد سبعة، تماني، تسعة ورد مرتين تصريح أمريكي يقول بفتح ممرات إنسانية نحو مصر وبعدين نضب هذا النقاش كله بعد ردة فعل ربما المصرية وبعد دراسة العواقب فهذا كان جزء أساسي من رواية النصر صمود شعب غزة صمود الغزويين صمود حركة المقاومة في قطاع غزة هي التي منعت هذا أمر لكن اليوم بكتور حسام إذا نفذت إسرائيل عملية رفح وسيطرت على الحدود المصرية مع غزة ما الذي يمنع عملية تهجير ما الذي يمنع شطب حركة حماس من معادلة إدارة قطاع غزة إذا كانت إسرائيل سوف تتحكم بحركة المعابر والمساعدات وتوزيعها ومن يوزعها بمعنى أن السيطرة على المعابر كرم أبو سالم ورفح وباقي الحدود مع مصر سيعطي حرية لإسرائيل أن تفعل ما تشاع على هذه الحدود هون بيصير النقاش جزء من النقاش اللي له علاقة بالنظام ما يسميه الأمريكيين نظام السلام في المنطقة أنه هذا بالنسبة مش الأمريكيين والله كتير خايفانين على أهل غزة بيبقوا ولا ما بيبقوا الأمريكيين يعتقدون أن التهجير بعد الدراسة إلى نحو مصر يمكن أن يفجر نظام مصري من الداخل لأنه سيليه تهجير من الضفة نحو الأردن مما يعني تفجير الأردن من الداخل لهلأ البعض بيسميه سيناريو الصوملة نعم ينقل له لنا تانيه السيناريو اللي أنت ماشي فيه عم تعمل بس صوملة تقعد أنت بالنص تقعد وسط كل هذا الحريق بالموضوع اللبناني أعتقد الشق الذي تحدث عنه سمحت السيد يوم يستكمل ما أتحدث عنه في الاخطابات الأخيرة تثقيل البعد اللبناني لدور المقاومة في هذه المعركة هذه المعركة مساندة ومناصرة لغزة لكن أيضا هذه المعركة هي للدفاع عن لبنان ولمنع الإسرائيليين من الاعتداء على لبنان وإعطاء المعركة هذا البعد اللبناني وإيجا نقال أيضا هذه المعركة تفيد في عدم تهجير الفلسطيني 48 باتجاه لبنان ولكن حدها لا تقلق إن خرجنا وستخرج المقاومة منتصرة من هذه المعركة أنتم اللبنانيين حتى الآخرين حتى الخصوم لنا في الداخل نحن لا نريد كما سابقا أن نستثمر أي إنجاز في الصراع في مسائل داخلية هنا كان يرد على مسألة بمعنى أنه يهدئ البيئة الداخلية ويحافظ على تماسكها ليكون قادر على المبادرة الميدانية بشكل أفضل عندما تقضي هنا كان يرد على مسألة أن الوسطاء أعطوا لحزب الله أفضلية اختيار رئيس الجمهورية ربطا بالجبهة على الجنوب لأنه فيه إعلاميين فيه تقارية في وسائل إعلام هذا الأمر أثير في لبنان من باب تعزيز الانقسام أو محاولة إحداث انقسام في لبنان حول المقاومة وطعنها وهي في ظل هذه المعركة كان هذا الحديث ليقول للبنانيين عموما ولمن يمكن أن يخدعوا نحن لا نريد توظيف أي إنجاز في هذه المعركة في السياسة المحلية اللبنانية يمكنكم أن تقفوا إلى جانب هذه المقاومة وأي منجز فيه مثل موضوع المقاومة لأمن اللبنانيين ولن نستثمره في الداخل فهنا كان إذا بدك كان في نوع من خطر أو تهديد كقامة سمحت سيد اليوم بمعالجة هذا الأمر لحماية الحاضنة اللبنانية المقبولة بشكل عام والعالية بشكل عام بحسب استطلاعات الرأي وهناك استطلاع رأي أجري مؤخرا سيصدر خلال أيام هناك احتضان عالي للمقاومة في لبنان شعبيا على امتداد الطوائف يريد سمحت سيد حماية هذا البعد اللبناني المتنوع المقاومة في هذه المعركة لأنه جزء من توازنها الميداني حسام مطر البحث في علاقات دولية شكرا لحضورك هنا في الستوديو أستاذ عريب الرنتاو المدير مركز القدس للدراسات السياسية من عمان أشكرك جزيلا الشكر مشاهدينا المسائية انتهت شكرا للمتابعة إلى اللقاء شكرا للمشاهدة